الله أكبر ريف إدلب كما ريف حماء وطيس حرب لم تهدأ منذ أن أعلن النظام السوري وبدعم جوي من الطيران الروسي وبري من الميليشيات الموالية له نيته التقدم في المحافظتين والوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري لسيطرة عليه هدف معلن للنظام وإن كان ما خفي من أهداف أعظم وبالفعل تقدمت قواته سريعا وسيطرت على عشرات القرى والبلدات في الريف الشرقي لإدلب ونجحت مؤخرا في إسقاط المطار ناريا إن لم نقل فعليا المعارضة المسلحة بفصائلها المتواجدة في المحافظة بات وجودها على المحك بعضها كفيلق الشام وجيش النصر وجيش إدلب الحر وجيش النخبة والجيش الثاني أطلقت معركة سمتها رد الطغيان بهدف استعادة القرى والبلدات التي تقدم إليها قوات النظام في الأيام الماضية في ريفي إدلب حما وبالفعل تمكنت الفصال وبعد ساعات من بدء هجمتها المرتدة من إعادة السيطرة على قرى عديدة منها الزرزور والإخوان وعطشان وتل مرق وأم الخلاخيل بالإضافة إلى اغتنام أسلحة وذخائر وأسرع ناصر من قوات الأسد والميليشيات الموالية له في ظل الحديث عن إصابة طائرة لقوات النظام مصادر ميدانية للمعارضة قالت إن استراتيجيتها تهدف في المرحلة الأولى من المعركة الالتفاف وقطع الطريق الإمداد عن قوات النظام ومحاصرتهم وما بين هذا الفريق وذاك يواصل الطيران الحربي الروسي والسوري في قصف القرى والبلدات القريبة موقع خسائر فادحة بين المدنيين والممتلكات والبيوت وأسفر عن موجة نزوح كبيرة ما زالت مستمرة حتى الآن وحتى التوصل إلى اتفاق هدنة أو حسم أي طرف هدفه من المعركة يبقى للرصاص حديث يُعلى ولا يُعلى عليها